النمسا تحذر ايران من اطلاق جبهة جديدة في الشرق الاوسط اكثر من نصف النمساويين ينظرون بشكل سلبي للنوايا الامريكية ازدياد عدد مستحقي مخصصات الرعاية في النمسا العام الماضي تسجيل 377 مخالفة في قطاع البناء في النمسا في حملة اوروبية مداهمة عدد من محال بارات الشيشة غير القانونية في فيينا اعتقال شاب نمساوي كان يبيع الحشيش لطلاب مدرسة في فيينا مرحبا بكم مشاهدين من جديد في نشرة الاخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم اصدر وزير الخارجية النمساوي الاكساندر شالنبرغ تحذيرا بشأن استمرار التصعيد في الشرق الاوسط مشددا على ان الجميع يدفع الثمن في هذا الصرع وحذر الوزير من خطر الوصول الى نقطة لا عودة فيها مؤكدا على اهمية التشاور الاوروبي لمواجهة التطورات واعتبر الهجوم الايراني على اسرائيل تجاوزا للخط الاحمر مطالبا ايران بوقف اي اجراءات اخرى كما حث وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان على وقف التصعيد وتجنب جبهة جديدة في الشرق الاوسط وذلك في اتصال هاتفي معه مؤكدا رفض بلاده الهجوم اظهر استطلاع رأي في النمسا ان 57% من السكان يعتقدون ان الولايات المتحدة تضع مصالحها الاقتصادية قبل الديمقراطية في تدخلاتها الدولية ويرى 33% التأثير اليهودي القوي على السياسة الخارجية الامريكية فيما اعتبر 60% ان روسيا هي اكبر تهديد للسلام و56% لديهم صورة سلبي عن الولايات المتحدة كما فضل 30% الهجرة الى كندا مقابل 19% لاستراليا و15% للولايات المتحدة واجري الاستطلاع بين 29 فبراير حتى 11 مارس وشمل 800 شخص اظهرت بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية ارتفاعا في عدد المستفيدين من بدلات الرعاية في النمسا حيث بلغت اكثر من 476 الف شخص في فبراير عام 2024 مقابل 463 الف في نفس الشهر من العام السابق وتشير الاحصائيات الى زيادة بنسبة 3% تقريبا مع توزيع المستفيدين بحسب مستويات الاحتياجات وكان معظم المستفيدين من النساء وطلب مقدمو الخدمات بزيادة اجراءات الاصلاح وتحسين الرعاية الصحية والاجتماعية بما في ذلك زيادة اماكن التدريب حيث ان هناك حاجة الى 3000 مقدم رعاية اضافي كل عام واكدت وزارة الصحة التزامها بتحسين الانظمة وتجاوز التحديات في هذا المجال نفذت شرطة مكافحة الاحتيال التابعة لوزارة المالية النمساوية حملة تفتيشا على شركات البناء بين 18 وال24 من مارس اذ رصدت فيها 377 مخالفة في جميع انحاء البلاد وشملت المخالفات 243 انتهاكا لقانون مكافحة الاغراق في الاجور والضمان الاجتماعي وتم استرداد اكثر من نصف مليون يورو ضرائب واعتقال خمسة اشخاص وتم تفتيش 614 شركة في 228 موقعا والتحقق من اوضاع 1500 موظف واكد وزير المالية ماغنوس برونر على ضرورة تأمين المنافسة العادلة وضمان الالتزام بالقوانين محذرا من الشركات التي تخالف القوانين نفذت السلطات النمساوية حملة واسعة النطاق على نوادي الشيشة في فيينا خلال نهاية الاسبوع اسفرت عن مصادرة اكثر من 100 كيلوغرام من التبغ وعدد من المخالفات شاركت مجموعة من الوكالات بما في ذلك مجموعة الاجراءات الفورية ومكتب الجمارك والوكالة النمساوية لسلامة الاغذية ومكتب الاسواق حيث تمت مصادرة 115 كيلوغرام من التبغي غير القانونية بالاضافة الى مخالفات اخرى واكد والتر هيلرر رئيس المجموعة على اهمية التعاون بين الوكالات لمكافحة الجريمة وتعزيز الجهود في المستقبل القت الشرطة القبضة على شاب نمساوي بتهمة بيع المخدرات لطلاب في مدرسة ثانوية بحي فلودرسدور في فيينا ويتهم في بيعه القنب للطلاب منذ ينار الماضي حيث تم القبض عليه وهو يبيع المخدرات بعد تحقيقات واسعة ومراقبة من مكتب التحقيقات الجنائية في فيينا قد اعترف المشتبه به بالتهم الموجهة اليه وعثر او عثر في شقته على 62 جراما من القنب و705 يوروهات نقدا ولزالت التحقيقات جارية لتحديد جميع المتورطين في القضية كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم مشاهدين لا تنسوا تحميل تطبيق انفوغرات على هواتفكم كنت معكم انا قتيب اللحام امسيا سعيدا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة